الورم هو عبارة عن يكون أما حميد أو خبيث فمو معنى أنه أكو ورم في مكان معين من الجسم معنى هو هذا الشي خبيث فلذلك الورم هو عبارة عن أما يكون خبيث أو يكون حميد والورم هو عبارة يجب طبعاً لأي مريض أو أي شخص أو أي مريضة يكون أكو عنده ورم يحس رير طبيعي حتى لو فتشي بسيط أو تورم بسيط رير مألوف إليه أو رير ما كان عنده سابقاً يفضل أنه يأخذ استشارة طبية للتأكد بس بدون قلق وبدون رعب لأنه مثل ما قلت حضرتك أنه الورم هو أما يكون حميد أما خبيث فمو معنى أنه أكو تورم في مكان معين أنه شي خبيث دكتور أحمد المدة التي ينتشر بها السلطان يعني يكون الخبيث مثلاً يعني متى يصبح الواجب هو التدخل الجراحبي طبعاً الأورام الخبيثة بعد أن تشخص تعتمد طبعاً سرعة انتشارها العراب مالتها الخطورة مالتها نسبة الوفاة نسبة نجاح التدخل الجراحي نسبة نجاح الجرع الكيميائية والإشعاع تعتمد على نوع الورم نفسه فمثلاً نحن سرطان الثدي سرطان الردد الدرقية سرطان الردد لنفاوية دائماً استجابتها للعلاج ممتازة تكون ممتازة للتدخل الجراحي وممتازة للتدخلات الكيميائية والإشعاع إذا اكتشفها في وقت مبكر السبب أنه سرعة الخلايا في الانتشار والنمو وتأثيرها على الأزاء المحيطة بها يكون أقل بكثير من سرطان أو أوام أخرى في الجهاز الهضمي مثلا مثل أوام الكبد أوام البنكرياس خطرة جدا يعني أوام البنكرياس في كتب المراجع العالمية أنه إذا وام بنكرياس اكتشفه في وقت مبكر وإذا سويت العملية أو عطيت علاج في وقت مبكر نسبة أنه يبقى المريض يعيش سواء سويت العملية شدت الورام أو ما يعيش تقريبا 6 إلى 9 شهر فقط بعد تشخيص الورام لأن الورام سريع جدا بالانتشار سريع جدا بالنمو الخلايا مباشرة تنمو من الورام تنتشر إلى مكان قريب إلى أرداد لنفاوية إلى وعيدة موية قريبة هاي أورام البنكرياس والكبد فلذلك الورام واحد يختلف عن الآخر بسبب نوع الخلايا نفسه خلايا سرعة النمو مالته سرعة تحطيم جدار الخلية والانتشار إلى الأزاء المجاورة لها سرعة عبور خلايا مجهرية من الورام إلى الأوعية الدموية إلى الشرايين لانتشار إلى مكان آخر هاي كلها تأثر البنكرياس والكبد من الأمرام الخطيرة الثدي الردة الدرقية من الأورام النجاحة ونسبة شفاءها عالية جدا وكذلك نوع الورام مثلا الثدي نوع الورام بالعضو نفسه مثلا الثدي هم كذلك أكو خلايا نسيجية تختلف يعني أكو خلايا تكون شوي أخطر أو أسرع أو أكو خلايا تكون أقل فلذلك تعتمد على الخلايا النوع النسيجي وعلى سرعة النمو للخلايا العام الرئيسي الأول سرطاني المريء تسعين بالمئة من أورام المريء الصير بسبب التدخين رقم واحد رقم اثنين الصير بسبب التليفات أو تلف بعض الأنسجة أو الخلايا بسبب يسموه شون الوريتيشن المزمن يعني شون أكو سوائل قاعد ترجع سوائل ترجع استرجاع من المعدة ترجع على المريء تأثر على الخلايا شون أنه سوائل ترجع على الخلايا تسوي بيها مثل تأثر عليها تخليها يعني اه الطيح أو تخلي الوريتيشن يعني شون تتلف هذا يسموه استرجاع المزمن ولذلك أكو هواي يصير عندهم استرجاع يقول أنا معدتي ما أقدر إلا أخذ حبايا مثلا ما المعدة يلا أنام فما لحموضة دائماً حموضة تسعد عليه الحموضة صح معناها المفصل بين المريء والمعدة برخاوة استرجاع السوائل للمريء هاي لازم هم تعالج ليش لأن الكومرات هاي الاسترجاع يأثر يسوي سرطان في أسفل المريء دائماً أورام المريء ألاجهة جداً صعب أعراض المستقيم والقلون ما يسوي تقيو مثل المعدة اللي بالبداية تعرفين هذه في أسفل الجهاز الهضمي دائماً يسوي انتفاخ بالبطن آلام قليل يسوي يعني دائماً أعراضة فقط هي أكثر شيء انتفاخ البطن وقبض وهي أعراض ممكن يصير عدة أي واحد أي واحد ممكن يصير عدة تهيج أو تهيج قولون أو قولون عصبي ممكن يضطي قبض وممكن يضطي انتفاخ بالقولون بس هاي العراضة الرئيسية لسرطان القولون إذا يعني صار مراحل يتقدم ممكن يسوي أوجاع ممكن يسوي حالات أخرى فلذلك سرطان القولون كلش مهم أي مريض ما يتحسن تهيج بالقولون عنده انتفاخ بالبطن لازم يراجع للتأكد أنه ماكو أي سرطان للقولون ومستقيم هو يكون دكتور سريع الانتشار؟ أنواع من عنده نعم وخاصة المستقيم أكثر من القولون والمستقيم دائماً وكل مكانه صعب لأنه داخل قريب على أظام الحوض فما يشخص بسهولة